مرات التحليل والعبارة بأقلبه ذاته لكن إن شاء الله يا أحمد ندي الحق للناس القاعدين في الأرض وهما الخلونا نحن نتكلموا هما السبطوا وهما الركضوا نعم 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 وإن شاء نازل والله يا أحمد يعني جيدة طبعا حس بزاس بالزمن الأخير يعني أدوا شرعية يعني ناس الحركات الوقت ومعهم أدوا شرعية هو جنجويتي أدوا شرعية ويحتربوا ويوقعوا السلام لكن حسي ما أسي ما إرفوا المخرجات إرفوا النتائج بعد لهم ذاته بأشياء بعملوا كش ولا ما طبقوا الجنجويت بشتتو أيوة دي الحاجة أنا أسي ما مدير نتكلم أنا ما مختلف معامل قيادات بتاع حركات المسلمة مش البندجية لكن أنا متأكد بحصل كورتو تعرف كورتو أي أيوة بس بحصل كورتو كورتو وكذاك بعد ذلك نفعلهم القباط لكن هس يعني إحنا زعلانين منهم نعم صحيح والله كلنا زعلانين منهم وهم كويس تعالى ما بيقى الشغل يعني مفروض يجيفوا على مخاناتهم يعني لا على ما خلاص نترك في موضوعهم يعني موضوعهم ده نحن نحن نفعله بعد لما ينجيزوا بعد ذلك نقول لهم أيوة تمام على رأسنا يلا خير إن شاء الله و تحية عليك ونحييك ونحيي كل الجمهور وإن شاء الله أخليك شجاع كويس وإن شاء الله يا أحمد أنا أعمل تلك كم تلك ما لكن حسنا مكاني ما في فرزة يوم أنا بجيكتاني إن شاء الله ويوم إن شاء الله دولة أمو أخوك تمام نشجعك والله آية صحيح صحيح يا أكادي آية صحيح هنا أكادي دائم مفتوحة يا جماعة نشتغلين حاجة بتاع الساعة كده ونكفر دا هنا كميرت وتعب عنا طيب نشوف الناس تعمل شير يا جماعة جدوا الفيديو دا عشان الفيديوحات بتاع تبيت إيسا دي تنزل طوالي للناس أنا خطيته في الأول اللايف عشان شنو الأنترنت بتاع السودان كعب شديد فلو زول بكرة الصباح فتح ولا شيروه في صفحات تانية عشان يشعروا طيب دا قرضي هنا الحاسم على حالكو طيب طوالي بلوك يلا ودعني يا زرع والحف في عظامنا تعني مدعدي ودعني يا صراب خدار محلم عبرو عشانين نشوف الزورة التانية سريع سريع جماعة سريع سريع عشان نكفر نكفر اللايك طيب أنا أفصل الأنترنت من هنا وليس لا لا ما بينفع معاي مقطع صواتي دا ما بينفع معاي حاجة ما بجيب لي زبدة شفتها ما بخطه طوالي هاي ما بخطه إلا حاجة أجيب حقه ما جاب حقه دا ما بخطه نهاية ما بخطه هذور أنا أمي ولدتني كده اللي وليف عطحات ما مغفرات حاجة ما بجيب حقه نهاية ما بخطه لازم أنا أكون أنا ربعان اللي أنا أخسر أنا أقول لك ماسكا القلم أكتب نفسي شاقي وين يا حباب طيب دعوة هنا السلام عليكم أخونا أحمد كسلا يا مرحب السلام كيف حالك إن شاء الله طيب بخير الله يا حضر يا الحمد لله أنا عندي كورونا ها أنا عندي كورونا ولا الجمهور عندهم كورونا أنا لا عندي كورونا خائف تعاديك لا why آنا أنا أخذه بخير تبقىображ إن شاء الله يا يا تبقى نفسي كورونا إن شاء الله يسلحنا سعيدنا سعيدنا ليه يا أحمد كسر؟ تهيادنا طيب تسلم بركاتك يلا يا جماري كورونا شنو يا زور ولا انت قدرت تلبسيني نينجا طال الساكد بتاع الخواجات أصلا كورونا قتل الناس على الكبار ومر سبين ثمانين سنة وبتاع كلنا جانا في أوروبا كورونا لكن واحد ما ساكد شكل كذبا عن فشفاشك كبير تنفقوا كده يا زور مع السلامة أنا ما عارف ورضو في شباب كده بيشنقوا للعيفاد وبلبس شنوك يعني ايشه ونائب نائب ما فهم معينا اكون فري ديرت الدسة اكفر الكاميرا تعالني انا باكبرك بدون كاميرا ممكن قال ليه هذا ده باك بابلقك ما عامل الشغل امشي جدا دا ماكنة طيب اوكي عاليشه او حميز قاعد لي في بلاما تعاليكو والتحيان المشاهدين اه يلا عندي نفذة من يلا من يوم تمانية وشرين اتنين من تمانية وشرين تلاتة الفين وتلاتة من ضرب كلبس لو بتتذكر اول منطقة ضربوها كلبس الجنجاويد لو بتتذكر الكلام ده يلا الحرس بتاع حميتي الهس دي اسم محمد جمعة ده ايوة قل لي قل لي عبدالله قل لي احمد عبدالله قل لي هو ده الجزيرة عمل لك شنو يا اخي سرق مننا بهاين اول اول قبضتنا له قصة ولا قبضت له الزمن ده كانت دريفين ساي زي ما بقولو خلاص يا انو اليمين دي لح انو اليمين دي والله يصاب بلي فوق وموية نار والما بغبغة لما احمد تي الحرس الزمن داك برضو يسمو اني شي تسمو والله المهمة المهم دقة 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 بتكد منها وماشى وين ماشى اللي احمد تي ثاني ما جا اكتاء وكتار كتار صاحبان هسل نقابة في الدعم الشريء لكن الواحد واهو ضكر ما بعرفة الواحد مما تحديد يا معلم يا اخي خريك الخليج يا اخي يقول لك معلم اغامة وانا والله العظيم يا احمد حدل اكتر من خمسطير نغيب في الدعم السريحة دي قاعدين معانا هنا قاعدين معانا في المملكة لكن والله العظيمة اي زول بيقول لك يا اخي اه بركة الفوتنين من الناس حق الناس سايقة يقول لك يا اخي اللي جينا لانا زول مسكين ساي سارح في خلق بين بيبين ونقلق منه واس غير قلق ما عندني اي حاجة صحيح صحيح وعندي وعندي وادخالتي وادخالتي معا شغال والله ليه ليه العسكري امه عن رضته عافوها قال ليه والله كانت عافي ليه كانت اه كانت تموتي اه كانت تقطعي شطر كان رضا عني اه انا الشغلة دي ما بخليها هم بمشوا طبعا السولية بنزلوا بعداك بودوا اليمن صح؟ بمشوا لا بيجوا 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 مطار عدم من مطار عدم تاني بخدتهم في الحدود السعودية والله كان شوفتهم في الجبالات زي الككو الككو شايفو؟ بدهم كم في الشهر؟ اه بدهم هنا يلا يلا العسكري العسكري في السودان مما 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 المعسكري انتهي بدو طوالب ورحلو رحيلة الخروف للغطر ولا للباخرة بدو خمسطاة رليف. خمسطاة رليف سوداني? يلا خمسطاة رليف سعودي. يلا لو يلا لو يت ملازم يلا لو يلا لو يت ملازم بتاخد عشرين. لو يت نغيب بتاخد ثلاثين. اكتر من نغيب مفشي اكتر من نغيب مفسوقه. يقول لك هذول بروشه كثيرة. وبعدان السعوديين يشعوا في الحصير بالمصاصات. ها? ودال يشعوا في الموايا في حاجة الهناية حاجة الجربة والله. كلام الله. الله تسلم في جربة. اديك العالم يا اخي تسلم كتير. تسلم الله. بس انت على تكون وصلت. وصلت الله. الله يجريبك. بالله كنان. الطيب دعنوا بفتوها. ما في ما في دعوة ما في دعوة ايواتينا الدعوة. خليدوا لي يمسكلينا المنبر ده خمسة دقائق. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحب. كيف الله اخبار جينو? الحمد لله الله. شارك معك لكن بس ما عارف كانت تحكي عن شنو. سامع كانت تحكي بررامج اليمن لكن حاله ده موضوكم تحكي فيه ولا في حاجة تانية. لا بس ايسا كان يعني ايسا ودابوك ده تعرفه. من عرفة اي اهو شايفة في الفيشيوس الميديا لكن ما بعرف شخصية. ده ده اندي بديحات قديمة عام 2018 عامل الله اسكرين مشاطات صغيرة وصغيرة برود على الجنجويد بوري اجرام الجنجويد الشعبي السوداني. والليلة هو زاده في جماعة الجنجويد. اوكي تمام. وما عندنا يعني نحن نحن نتكلم مثلا في دستور. نحن نتكلم في الفترة الانتقالية. نحن نتكلم في وسيقة دستورية. نحن نتكلم في قضاء النازلين والعجيل. طبعا ده كله خلاص. ركننا في الرفض. الآن هناك محدد خطر من حمدتي و عبدالرهيم. غزو استيطان ودخول من دارفور للعاصمة السودانية الخرطوب. هذه الحلقة التي تشاهدها في هذه الحلقة. نحن نتكلم في هذه الحلقة. كل شيء مفهول جميل من خرطاز و خرطا أطرف. الآن وبالذلك في الحلقة التي تشاهدها في دارفور. هناك موضوعية خاصة. جنجويد شعار سلاح مخازن في الدولة. ويقوموا في تاريخ القتل. تاريخ القتل لا يوجد فيها. يعني أي سوداني يتكلم في الموضوذة. وعندما نتخطي الموضوذة. ثم نتكلم المواضية الثانية. طبعاً فيه كلام كتير عن حمادتي والدعم السريع وكل طبعوه وهكذا فيه كلام كتير جداً لكن أنا دار نطع لك أنت سؤال وتجاوبني بشفافية إذا افترطنا الليلة الليل يومنا ده حمادتي توفت ضد المشاكل في السودان بتتحلى 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 كيف أيوة أول مجرد ما الدعم السريع كله كده يكون مافي أول حاجة أن احنا بد انجمة تعرف الانجمة أن احنا في تعرفور بقول الواحد انجمة بد انجمة شوي يا كده من القتل والتشريع حلنا كده تمانين في المئة تمانين في المئة وقفنا رزيف الدم والجرع بقل لنا منه بقل لنا الكيزان هم والأحزاب الفك الصن والجنجويد الأحزاب والكيزان ما بيأكلوا ايش في نظر الشعب السوداني لا تدليس باسم الدين ولا في حزب يقدر يخمك ولا مريومة ولا أصادق المعلي موضوع مفروق منه الله يشعر رسول العالم لحظة دائرة اتا اتا لو بشوف انه الدعم السريع لو فات انه المشكلة بابتن هلا دا انت بتحط نظرك انت يدقي انزل انت ما سوداني انت لو سوداني تعرف انه الدعم السريع اعزانة في تعرفور من الفين وثلاثة ومر البشير جنده لانه القتل والتشريطة نحن مادر انه في كل الاقانيم لكن نحن بيشون انه الدعم السريع الفكرة وصلت تمام عقيف ادار اقول لك حاجة ما هو في النحاية وجحة نظر يعني انت بتقول وجحة نظر لا 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 ما اجزمه وضحك نظر هاي حبيبنا اول طالي وشك انا ما بيتكلم معك بذول انت مضغطي لي طالي وشك بره بعدك نتكلم انا دائرة الريسالة لا انا سواء الريسالة اه اه كبارك 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 اتا جمجويد رباط كدرت ايدي تتكلم معي بغتاء بالشاشة باللهي الدعم السريع لو فات كله كده باهمه وسهلال وهمي تي ننجمع